مهرجان ربيع الثقافة في الخطاب الحضاري ليعكس بذلك شعار المهرجان وهو دلم حيث الكثافة وكشفت معاليها أن جمهور مملكة البحرين سيكون على موعد مع الأنشطة والبرامج المتجددة والمتنوعة ما بين الأدب والموسيقى والفن التشكيلي والمسرح وغيرها وقالت معاليها أن بناء المنجزات الثقافية لا يكون إلا بتكاتف كافة الشركاء من أبناء الوطن مشيرة إلى أن مهرجان ربيع الثقافة يعد نموذجا مثاليا لنجاح التعاون ما بين القطاع العام والخاص والأهلي في تحقيق بنية تحتية ثقافية مستدامة وقدرة على الارتقاء بما كانت البحرين كمركز للإنتاج الحضاري والثقافي كما أشهدت معاليها بالتعاون الكبير الذي تبديه المؤسسات الخاصة ومساهمتها في نجاح المهرجان سنويا وهي البارح للفنون التشكيلية ومركز لافونتين للفن المعاصر كذلك شكرت معاليها داعمي مهرجان ربيع الثقافة والمساهمين فيه من سفرات عربية وأجنبية من جنبه قال سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن مملكة البحرين تمتلك مكانة حضارية وثقافية تجدو الزوار والسياح من المنطقة والعالم نظرا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية اقتصادية متنامية وقال حميدان أن دعم الجهات الرسمية والأهلية والرعاية الكبرى للمهرجان من قبل مؤسسات القطاع الخاص لها الدور الأكبر في أن يواصل هذا المهرجان تسليط الضوء على المشهد الثقافي والفني للمملكة وإيصاله للمنطقة والعالم من خلال ما يحفل به المهرجان من أنشطة وفعاليات متنوعة اليوم في مسرح البحرين الوطني الذي هو هدية جلالة الملك للثقافة وفي العام الذي كانت فيه المنامة عصمة للثقافة العربية تنطلق فعاليات هذا العام في نسخته الخامسة عشر ربيع الثقافة مهرجان تكرس للفرح للثقافة لمد جسور التعاون مع كل الأطراف وليجعل البحرين وجهة لسياحة ثقافية مميزة مجدد الشكر لجميع الداعمين لهذا المهرجان السنوي الذي يقام في مملكة البحرين بتعاون الأطراف جميعها الثقافة ومجلس تنمية الاقتصادية ومركز شيخ إبراهيم ومؤسسة لافونتين وأيضا دار البارح وكانت معنا في السابق الرواق نتمنى أن تعود لنا كل الشكر والتقدير للمساهمين والداعمين وتمنى لكم أمسيات جميلة في ربيع الفرح ترجمة نانسي قنقر